شروق وبتتكلم عن جزئية الجماهير واللي احنا جبنا طبعا في بداية الحلقة العامية ده محمد مرجان واللي كلمنا بشكل مفصل عن احتمالية تواجد عدد اكبر من جمهور النادي الاهل خلال الفترة اللي جاية او بتحديد خلال المبراء اللي جاية وفعلا النادي الاهل طلب من خلال بعض الاتصالات مع الامن ان زيادة عدد الجماهير يوصل لحوالي 20 او 25 مشجع وده هيكون شيء ايجابي جدا بالنسبة اللاعبين ان شاء الله ويديهم دافع قوي للمبراءة والفوز فيها نتمنى طبعا من الامن واحنا اكيد بنكلنهم كل الاحترام والتقدير والناس اكيد بيعملوا مجهودات عظيمة جدا طبقا لرؤيتهم ان شاء الله نتمنى ان هم يوفقوا على حضور عدد اكبر من جمهور النادي الاهل في هذه المبراءة الجزء الثاني من الخبر والخاص بالشروق وهو ان الشناوي خلاص هيغيب عن المبراءة دي تاكهونات لكن خليني اقول لكم ان في محاولات لتجهيز محمد الشناوي ان هو يكون متواجد على دكت الوداق هو صعب يلعب يعني هو مش هيلعب لان الموضوع التوقف الانكل ده تبقى صعبة شوية مش سهلة يعني نيمر مثلا لعب باريس سان جرمان جاله التوقف الانكل بقاله 3-4 اسابيع مش موجود بس طبعا ممكن الدرجة تختلف درجة الاصابة تختلف من لعب الاخر لكن ان شاء الله نتمنىها سليمة لكن هو مش هيكون متواجد في التشكيل الاساسي وارد ان هو يكون متواجد احتياطيا بالنسبة لنادي الاهي اشتركوا في القناة